السلام عليكم معكم طلال نقار بتعبع معكم بحالات عرض حالات نقص الصوديوم وصلنا لحالة رقم 16 في عندي مريضة عمرها 59-50 سنة جاي عقسم الطوارئ في عندها صداع شديد شخصنا الى سب أركينون هيموريج نازف تحت العنكبوتية تعالجت باننا نعمل كوينينج على السيربر الأنيوريزم عندها أم دم دماغية كانت من العناية العصبية صار في عندها تغيّم بمستوى الوعي شخصنا لأوصار في إفيدنس للفيزوسبازم وديليت سيربر إيسكيميا فكل الكمليكيشن للسب أركينويد اللي عندها باليوم السادس في العناية العصبية لاحظوا انه بالتحاليل في عندها نقص بالصوديوم والتحاليل الثانية موجودة يعني فرل ما أعرف إذا كان هنشوف بالتحاليل بس في عندها نقص بالصوديوم المريضة بالفحص السريلي هي EOVOLUMIC ضغطها 130 أو 32 على 84 ونبضها 74 السجلة العناية هي positive load balance 3.6 لتر ثلاثة وستة لتر من وقت ما تدخلق العناية هي intubated sedated ما هي does not follow commands وهي على حتى لو نقص السيليشن هذه التحاليل تبعها بالأدمشن كان صوتهم 135 وهلأ 121 السكر والغلوكوز اللي بالنفس بعضهم الكرياتينين سيروم أوزموليتي على الأدمشن كان 284 وهلأ 253 لما أطلع على السيروم أوزموليتي ففي عندي true hyponatremia 121-253 متناسبين ففي عندي نقص صوديوم حقيقي اليورون أوزموليتي واليورون صوديوم يورون صوديوم 58 يورون أوزموليتي 547 عالي ومرتفع وأكثر من 100 فهذا معناته أنه الADH مفرز في إفراز الADH في هذه المريضة هلأ شو التشخيص تبعها؟ هذا هو السؤال المرحل بعدها ما هي السيادج؟ أو هي السيادج؟ هذا هو السؤال اللي لازم ينسئل بكل مرضى وأنا حاول من خلال هذا السؤال جواب عن هذا السؤال من خلال هذا السؤال شو رأيك أنتش العلاج تبعها المريضة؟ أعطيها لازم ثري، أعطيها ثاني، نورما ثاني بملح نظامي أعطيها ثري برسين، أعطيها ليزكس، أعطيها حبات صوديوم كلورايد تابلتس أو فلويد ريستريكشن؟ هلأ راح أسألكم إن هي السيادج أو سيربر السلط واستينك؟ بس هل فعلاً تفرق معي لو عرفت إنه هي سيادج أو سيربر السلط واستينك؟ هيغير معي بهذه الخيارات العلاجية؟ سواء كانت سيادج أو سيربر السلط واستينك بنزف تحت عن كبوتية وعندها نقص صوديوم هذه المريضة لازم تتعالج بثري برسينت؟ فهل دائماً لازم هاي ديليماً نقعد فيها إنه هاته شو تشخيص المريضة؟ حقيقةً هاي العلاج تبعها ثري برسينت؟ هي عندها إصابة عصبية شديدة، لابد إنه ترفع الصوديوم عندها ولازم يكون حتى بالعناية العصبية ربما بيحافظها صوديوم حتى مية وخمسة وخمسين إذا بيقدم فمية وحدة وعشين أكيد ما هو جيد لدنا فالهايبونترينية تحثثت بحالات 30% لخمسين بالمئة من مرضى نزف تحت العنكبوتية السبب الأشياء هو السيادج وفي حالة نادرة حقيقةً ربما في أوبر ديليلوس لأنها هي السيربر السلط واستينك وفي دائماً بنحكي فيها وبينعطى مساحة أكبر من حجمها التشخيص واحدة من تنتين يا أما هذه يا أما هذه بناءاً على إيش؟ بناءاً على الفوليوم الساتر بس إذا كان مريض فوليوم الساتر السبع ونورمال فهو سيادج إذا كان هايبوفوليميك فهو سيربر السلط واستينك سيندروم شو سبب نقص الصوديوم بالسيربر السلط واستينك سيندروم؟ هل هي سببها ضياع الصوديوم من المريض؟ لا أبداً سببه ضياع الحجم من المريض اللي يخلي هرمونات نقص الحجم بتفعل والADH يتفعل والماء يكتبس إذا بتذكروا أن هاي المريضة بالتحارير للبول تبعها كان الأزمولاتي عالية 500 وهذا بيتناسب مع إفراز مفرط للADH بتصل لو كان حجمها نائس لو كانت هايبوفوليميك كان بتمشي أكتر مع سيبر السلط واستينك سيندروم فكلاهما بيفعل الADH هون بيكون إنابروبريات هون بيكون أبروبريات سببه نقص الحجم هذا التمييز مهم جداً جداً ما في أكتب حكي بالموضوع فسواء شخص هاي أو شخص هاي دي لازم تعود حجم بـ 3% بهذول المرضى لأنه هذول لازم تعطي 3% لتحمي دماغ عن هذول المرضى تكون أموره جيدة الأدوية تبعه فيها أكتوربستاتين في تيوتروبيوم وفي البيترويل هو COPD بدخين سابق أو مدخين حالياً 35 بعد في السنة يعني قصة طويلة فحصه السريري في شوية تويزنج بالصدر هو COPD patient تحاليله كانت كما يليه طبعاً هذا ما يدعم يجعل التقييم السنوي فالتحاليل فيه من سنتين عندي تحاليل إلى الصوديوم كان 131 منخفض بهذاك الوقت السيروم أزمولاتي كانت 270 السنة الماضية كان الصوديوم تبعه 129 السنة هاي هلأ بالتحاليل هذا 130 فلاحظوا الصوديوم دائماً على حد الأدنى منخفض هايبوناتريميا الأزمولاتي كمان منخفضة 270, 269, 271 اليور الأزمولاتي متغيرة مرة 400 مرة 180 مرة 200 بس يعني هلأ ما يدي كرونيك هايبوناتريميا وكرونيك هايبو أزمولار كمان فيه تروه هايبوناتريميا السؤال شو لازم أعمله هل خلاص ما فيه further evaluation يكفيه حالة سريمة أو إنه لازم أعمله الwater loading test لازم أعمله chest CT لازم إيس السيروم كوببتين أو إنه إيس TSH تبع هاد المريض شو بتختاروه من بين الخيارات الخمسة أعطيكم وقت 10 ثواني وقفوا الفيديو وفكروا فيها حقيقة هذا المريض باختصار أنا رح جاوب إنه يعمله الwater loading test هذا المريض هو التشخيص التفيقي تبعه واحدة من حالتين يأما عنده سيادة شمزمن يأما عنده الشغلة التانية بسموها reset osmostate اللي هي إعادة ضبط الosmostate تبعه مثل كأنه أنت عم تضبط المكيف على رقم صوديوم أقل أو على رقم حرارة أقل مش رح لكم شو معناه هذا الكلام هلأ التشخيص التفيقي مثل ما أنه هو سيادة ش أو هو reset osmostate بعضهم بيعتبروها جزء من السيادة ش بس هي شوية مختلفة وربما ما هي نفسها هلأ الreset osmostate الفيزوبرسين بالحالة الطبيعية مثل ما أنه يفرز متى يفرز الفيزوبرسين يفرز لمنع الإدرار لما بترتفع الحلولية بيوفرز لمنع الإدرار بهالحالة لأ الفيزوبرسين يعني هو يفترض لما ينزل تنزل الحلولية تبع الموصل تحت الميتين وثمانين يثبت الفيزوبرسين هيك يفترض بهذه المرضى لأ النقطة اللي بتثبت الفيزوبرسين الحلولية بتثبت الفيزوبرسين أقل من ميتين وثمانين مثلا بهال المي ميتين وسبعين فهذا الميت لسه الاده تبعه عن ميتين وسبعين عم يفرز فهذا هون المشكلة تبعه وذلك السوديوم تبعه عم يكون منخفض حتى على رقم حلولية منخفض ما عم يقدر يطرح الماء وبالتالي الاده بشكل مستمر مفرز عنده هلا لو كان عنده سياده الاده حيتمه مثبت عنده مهما نزلنا الحلولية لو كان عنده سيت بوينت اللي هي الريسيت سيت بوينت أو أوزمو سيت لو نزلنا الحلولية يعني ميتين وسبعين عند هذا المريض الاده حيتثبت ويتصرف مثله مثل الإنسان الطبيعي ويطرح الماء هاد هو الفرق بين الحادة فأنا كيف بشخص أنا بعطيه الووتر خلي يشرب الووتر لودينج تيس مثلا فأنا بخليه يشرب 10 إلى 15 أمعيل للكيلو يعني فأنا وزنه 70 وبعطيه مثلا لتر ماء خليه يشربون وبرائب الصادر البولي تبعه خلال أربع ساعات إذا قدر يطرح 80% منه خلال أربع ساعات معناته الاده مثبت ودائما يورن بيكون ممدد يعني فمعناته أنا هون تشخص الماء تحت متلازمة أو بسمه الريسيت أوزمو سيت وما في داعي لأي علاجات ثانية بس لو إني أنا عطيته لتر ماء وما قدر يطرحه خلال أربع ساعات 800 منه ولسه اليورن كونسنتريت في هذا الاده ما عم يتثبت عنده أبدا فهذا متلازمة السيادج هون أنا بطر ممكن مثلا أعطي علاجات ثانية أو كده بس وكان الريسيت خلاص هاي الحالي سليمي وما بده كتير شغل هل في داعي أعمل تشيت سيتي؟ سيار مو صحيح ربما لما بشخص السيادج عند بعض المرضى وما بلاقي له سبب فربما من الوركوب تبع السيادج إني أنا أبحث عن كانسة فربما له تشيت سيتي هذا الجزء من الوركوب فما هو انديكيتد هون لأم ماشي خص السيادج أصلا بالنسبة للكوبابتين كوبابتين هو هرمون هو أحد الهرمونات اللي تطلق من نفس مكان إطلاق البيزوبرسين هن بيشتركه هن أولاد عم أو أخوي أو يعني رابب كتير لبعض البيزوبرسين بحداته ما بقدر أنا إيسه بس بقدر إيس الكوبابتين هلأ صار إلو دور ببعض التشاخيص ممكن نشوفها بإطلاقات فرط الصوديو أو الفوليوريا فهو سيروكيت للبيزوبرسين وما له دور هون أبداً بتشخيص الريسيت أوزمستيت هلأ إنه نقول ما فيه وورك أب ولازم نشخص الميت قبل ما نقول ما فيه وورك أب إضافي الشغلة التانية إنه المجرد شخصنا المريج بالريسيت أوزمستيت ما فيه داعي لورك أب إضافي تاني ما فيه فائدة من تحديد السوائل بهدود المرضى أحيان بتكون الريسيت أوزمستيت عابرة ببعض الحالات الإصابات الحادة ننتقل للحالة الأخيرة مريض عمره 64 سنة عنده قصة هايبوثيريتزم عنده مقبول بالقسم الطوارئ بسبب أنوركسيا عنده قمه عنده ضعف وعنده فتيك ضعف السيروم صوديوم كان 124 فعندي حالة نقص السوديوم مع أعراض شوي يعني مو متل العادة بالأدوية تبعه في أتوربستاتين في ليفوثيريكسين في أتينولول وفي تادلافيل وفي أسبري ما في منهم دواء بسبب ما السوديوم بحد ذاته هلأ ما بيستخدم الإنسيتز ما بياخد أدوية أو اشتقات عشبية أو أدوية خالج الوصفات يعني هي وبالنسبة لفحص الأعضاء عنده أو فحص السريلي التبعه كان شوية ألم بطني عنده فيه Mild Abdominal Pain شوية شغلة جديدة على نقص السوديوم ضغطه على الحد الأدنى عنده 90 على 64 نبضه 82 حرارته كانت عالية 38.5 الفحص السريلي عنده كاكسيا في عنده قمه وشو يسمونه كاكسيا نحول بالنسبة لما في إديمة عنده الكلام مبطيء نوعا ما ومسهل أو يعني عنده صعوبة بالإجابة عن الأسئلة فعطوه لتر من نورمال سالين تردو أنه Hypovolumica 98 وعندوه التحالي والتحالي كانت كما يلي عنده تعداد الدم 4500 الكريات البيضاء عنده الHemoglobin 12.2 عنده تحالي الدم الطبيعي الصوديوم 121 البوتاسيوم نورمال 4.2 بقية تحالي الدم الطبيعي الTSH كان 3.2 عالمقبول كله تحالي طبيعي كما عدا السيروم أوزمولاليتي كانت منخفضة 252 اليورون أوزمولاليتي 598 واليورون صوديم كان 121 أول شيء بتطلع على الصوديوم طبعا السؤال إنه شو لازم أعمل لهذا المريض طيني أعطيكم وقت تتفكروا فيها أو ما أعطيكم طريقة الحل ولا أظن صرت الحافظين طريقتي بحل هيك الأسئلة شو لازم نعمل حتى شخص هذا المريض أو شو هو الشيء تخذ بالتالي هل لازم أن أعمله مورنين كورتيزول هل لازم أعمله لليفر ألتراساوند هل لازم أعمله إيكو هل لازم أعمله الفريتيفور أو أني أنا لازم عاير الADH بحد ذاته لما أنا بقول أنه مورنين كورتيزول فأنا مبحث عن عن إيش عم أبحث؟ أنا ببحث عن قصور كذري كسبب لرقص الصوديوم أي يعني حطيه بها ببالكم لما أعمل لليفر ألتراساوند أعم أبحث عن تشمع كبد أعم ابحث هنا عن قصور قلب الـ Free TSH أو Free Thyroxine نبحث عن الـ Hypothyroidism عن القصور الدراء الـ ADH هون يعني أصلاً ما موجودة بالمخابر أن نتعمل الـ ADH بحث ذاته تعايره وهنا نرجعكم على التحالي الصودم نقصه موجود 121 الحلولية تبع البلازمة منخفضة 252 وهذا نقص الصودم حقيقي الخطوة البعدة بتطلع على الأزموليتي تبع اليورين اللي هي 598 فهذا يعني أنه في عندي أنا ADH released الـ ADH مفرز بهي المريض هل هو appropriate or inappropriate هل هو appropriate وبالتالي في سبب لإله أو inappropriate وبالتالي فهو تشخيص السيادج لو رجعنا للمريض لقصة المريض أول شيء الأعراض تبعه لاحظوا في عنده حرارة ضغطه منخفض في عنده ألم بطني في عنده كاكسيا في عنده أنوركسيا في عنده weakness هاي كلها مع بعضها حقيقاً قبل ما تضع تشخيص السيادج يجب أن تقوم بحرارة الـ ADH أو الـ hypercorticosm القصور الـ Adrenal Insufficiency فهذا المريض حقيقةً بيطبق تشخيصه إذا تشوفوا الـ Sodium هذا البوتاسيوم ما هو عالي لأنه هذا secondary Adrenal Insufficiency حقيقةً هو عم يخلي الـ Hypovolemia تصير أي أحد الآليات تبعه وهذا عم يخلي الحرارة تطلع بالألم البطني وكل هالأمور هذي اللي عم تنتهي بأنه الـ ADH عم يتفعل وعم يسبب حبس الماء والـ Sodium عم يكون منخفض في آدية تانية لتفعيل الـ ADH بهذه المرضى أنه فيه الفيدباك الـ ACTH والكورتيزول بيثبطوا إفقاز الـ ADH لأنه النواة اللي بتفرز CRH والـ ADH من تحت المهاد النواة اللي بتفرز هدول الهرموني الـ ADH والـ CRH هي نفسة فالكورتيزول والـ ACTH كلاهما إلو تثبيت تثبيت سلبي لإفراز الـ ADH فلما بيروح التثبيت السلبي لأنه هدول الهرمونات ما عادت موجودة الـ ADH هي بيطلع هذه آلية ثانية فهدول المرضى القصور الكذري لحتى تضبط لهم الصوديوم تبعه لازم تعوض لهم حجم لازم تعطيهم سوائل مثل ما عطوا هون لترسالين ولازم تعطيهم كورتيزول إذا ما عطيت كورتيزول ما حتعالج لهم نقص الصوديوم تبعه فالجواب مثل ما هو المورنين كورتيزول التشخيص اللي حاطوا هون هو السيكندري غياب الـ Hyperkalemia عم يفترضنه هذا السيكندري مور لأنه الألدوستيرون يبدو بعده موجود وبالتالي هذا السبب اللي عم يربطها عم يشرح ليش لازم نعمل المورنين كورتيزول المورنين كورتيزول هو أكثر حساسية بتشخيص هاي الحالات ساعة 8 صباحا الـ Random أقل حساسية بعض الحالات حتى المورنين كورتيزول بيكون نورمل وبالتالي منغطر نعمل الـ ACTH Stimulation Test لحتى نشخيص الـ Adenal Insufficiency بهذه المرة هلأ الحايبوناتريمية مثل ما أنه في عندي Water Retention سببه الـ ADH Secretion طبعا مو سيادتش أبدا اللي هو related لللوز of both Direct and Indirect Negative Feedback by Cortisol Cortisol بيعمل Feedback سلبي على الـ ADH وفيها hypovolum يبصير عن هدول المرض هلأ تشمع الكبد والقصور القلب من شخصهم بنعمل ECO بنعمل Ultrasound ECO القلب أو Ultrasound للليبر بس ما في عندي علامات لهدول المرضى صراحة وربما الـ Urine Sodium إذا كان منخفض بيقول لك أنه ربما ابحث عن قصور وعن تشمع أنا على الأقل شفت حالي واحدة من نقص الصوديوم خلال Workup ليه كان مالو علاقة بنقص الصوديوم حقيقة شخصا تشمع الكبد بس مو دائما هاي الحالة موجودة تشمع الكبد وقصور القلب عادة ما بيخبي حال هذا ADH ممكن يتعاير بس هو ما سهل يتعاير بالمصل وعادة بنعمل كوببتين حقيقة فهو ما هو جزء من Workup للحيبوناترينيا وما هو مستطب بهذه الحالة هاي بكون وصلت نهاية الحالة بهذه الفيديو بتمنى انه حالات ممتعة وربما توسع مداركم بالتدبير أو التوجه لتشخيص نقص الصوديوم ربما تدبيره ان شاء الله مستمرين معكم السلام عليكم